الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي يرسله الله بالحق إلى كافة للخلق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يتع الله ورسوله فقد رشاد ومن يعُسِهما فإنه لا يدر إلا نفسه ولا يدر الله شيئًا فقد غوى أما بعد فيا معشر الحاضرين إخواننا من المسلمين رحمكم الله أجمعين اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد بيَّن تنبيحًا لنا في كتابه الأخير قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئًا إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ عَقٌّ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ عَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّسُ أَخْبَارَهَا فَيَا مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ نَسَرَكُمُ اللَّهُ أَجْمَعِينَ إلى متى أنتم ترقدون في الغفلة والنوم وَعَلَامَاتُ الْقِيَامَةِ وَلَوْ كَانَتْ هِيَا مِنَ الْعَلَامَاتِ الصُّغْرَةِ تَظْهَرُ وَتَتَبَيَّنُ أَمَامَنَا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اتُخِذَ الْفَيءُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَقْرَمًا وَالْزَكَاةُ مَقْرَمًا وَتُعَلَّمُ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَا الرَّجُلُ يَمْرَأَتَهُ وَعَقَّا وَأُمَّهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ وَأَقْسَى أَبَاهُ وَزَهْرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَازِدِ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ يَرْزَلُهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَزَهْرَتِ الْقَيِّنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَالْعَنَتْ آخِرَةُ آخِرُوا هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ يَكُولُ النَّبِيُّ صُلُّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عن علاماتِ السَّاعَةِ فَارْتَقِبُوا عِندَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا وَزَلْزَلَةً وَخَصْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَآيَاتٍ تُتَبِعُوا كَانِظَامٍ قُتِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعًا رواهُ الْإمَامَ الترمزی فِي جَامِعِهِ مَعَشْرَ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّ لِسَّاعَةِ مِنَ الْعَلَامَةِ الْكُبرَامِ اذکر لكم عدة منها ظهور الدجال الدجال العظم ظهوره ونزول سیدنا عیسی وخروض الامام المحادي خليفة الله وخروض الیازوز والمعجوز ووقوع المسق والخصف والدخان ويكسر كما روا الامام البخاري في صحيحه ويكسر الهرج والمرج فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المراد من المرج حرج والمرج فأشر اله القومه باليمين وأظهر معنا القتل بارك الله لنا ولكم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم يجب علينا أن نعود عودا سريعا إلى ذكر الله اقامة الصلاة قصرة الصيام قصرة الصدقہ في حق المسازد وفي عيد الفقراء والمساكن إن شاء الله الله سيحفظنا ويرحم علينا ببركة هذه العبادات الإسلامية ونفعنا الله وإياكم معشر المسلمين بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد السقلين من انس و جان اللهم صل و سلم على عبدك و رسولك سيدنا و نبينا محمد وعلى جميع الصحابة جميع الصحابة من الانصار والمهاجرين على سائر الانبیاء والمرسلين وعلى سابهم من المؤمنين وعلى جميع و سائر من يتبعهم بإحسان وإخلاص إلى يوم الدين أما بعد فيا معشر المسلمين اوسيكم و نفسي بتقوى الله اوسيكم و نفسي بتقوى الله واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أفلح عبد اتخذ بهما سبيلا إلى الله واتمأنت إليهما نفسه على وصله على الحبیب المصطفى يرحمكم الله أجمعين في الدنيا والآخرة وآبزلوا قسارا جهودكم بتدهية أنبسكم وأموالكم في سبيل المعاشر المسلمين اعلموا أن الله يأمر بالعدل والإحسان وعيطاء ذي القرباء وينحان الفاشاء والمنكر والبغي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَذُكُرُوا اللَّهِ يَذُكُرُكُمْ وَدُعُوهُ يَسْتَجِبِ لَكُمْ أَلَى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَلَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعَزُ وَأَجَلُ وَأَحَمُ وَأَتَمُ وَأَكْبَرُ الله, 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 الله